السلام عليكم سبع طرق لحل مشكلة ذاكرة التخزين ممتلئة إن شاء الله تستفيد منها لكن قبل البيت في شرح الفيديو أتمنى منكم النزول إلى أسفل الفيديو والتكرم بالاشتراك في القناة ليصلك كل جديد لا تنسوا الاعجاب بالاشتراك في القناة لكن أتمنى عدم الاستجال في مشاهرة هذا الفيديو ومتابعة الفيديو إلى النهاية الطريقة الأولى نذهب إلى لوحة المفاتيح ونكتب هذا الرقم نجمة شباك تسعة تسعة سفرين شباك تظهر لنا هذه الشاشة ونقوم بالضغط على أول خيار وهي عبارة عن تفريغ لأخطاء النظام وهذه الخاصية خاصة بهواتف سامسونج فقط وباقي الطرق لجميع أجهزة الأندرويد نقوم بالضغط أوكي كما تشاهد الآن هو يقوم بالبحث في النظام بعد ذلك نقوم بالضغط أوكي مرة أخرى بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على ثاني خيار الخيار الثاني نقوم بالضغط عليه كما تشاهد وبعد أن نقوم بالضغط عليه تظهر لنا رسالة أخرى نقوم بالضغط أوكي كما تشاهد الطريقة الثانية وهي عبارة عن تنزيل هذا التطبيق وهو ينزل بشكل افتراضي في الهواتف الحديثة تطبيق الصور كما تشاهد نفتح التطبيق ونقوم باختيار الجيميل الذي نريد إرسال نسخة من الستوديو الخاص بنا وما إلى ذلك إلى هذا الجيميل كما تشاهد نقوم بالضغط على احتفاظ بنسخة احتياطية كما تشاهد نضغط في الأسفل وبعد ذلك نؤكد نضغط على كلمة تأكيد الآن يقوم بعملية حفظ نسخة احتياطية على هذا الجيميل الذي قمنا باختياره كما تشاهد بعد أن تكتمل عملية النسخة الاحتياطية نقوم بالضغط على كلمة اخلاء المساحة كما تشاهد اخلاء المساحة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تمت اخلاء المساحة كما تشاهد 9.55 ميجا بايت بعد ذلك نذهب إلى الستوديو الخاص بنا نجد أنها قد مسحت جميع الصور الموجودة على الستوديو لكن لا داعي للقلق يمكنك تنزيل هذه الصور التي حذفت من على تطبيق الصور نفسه بالذهاب إليه كما تشاهد هذه الصور التي قد كانت على الستوديو الخاص بنا ويمكنك تنزيلها مرة أخرى بالذهاب إلى هذا التطبيق وفتح الصورة التي تريد تنزيلها مرة أخرى نضغط على الصورة بعد ذلك نضغط كلمة تنزيل كما تشاهد نقوم بالضغط على كلمة تنزيل وبذلك نكون قد فرغنا مساحة كبيرة من على الهاتف الغصبنا سهل ووسيطة الطريقة الثالثة نقوم بالذهاب إلى وحدة التخزين كما تشاهد وبعد ذلك ننزل إلى ملف الواتساب الخاص بنا كما تشاهد نقوم بالضغط عليه بعد ذلك نأتي إلى ملف الميديا وبعد ذلك نذهب إلى الأمج كما تشاهد وإلى الفيديو وما إلى ذلك نقوم بفتح هذا الملف كما تشاهد نضغط على هذا الملف بعد ذلك تظهر لنا هذه الصور نقوم بحذفها إما بالضغط مطولا على الصورة أو تحديد الكل وحذف جميع الصور الغير لازمة في الهاتف كما تشاهد نرجع إلى الوراء بعد ذلك نقوم بتفقد هذه الملفات الفيديو والما إلى ذلك هذه هي الطريقة الثالثة ويوجد طريقة رابعة وهي بالذهاب إلى الضبط بعد ذلك نذهب إلى التطبيقات وبعد ذلك نقوم بالبحث عن تطبيق الواتساب على سبيل المثال كما تشاهد أو فيسبوك أو ما إلى ذلك ونقوم بذهاب إلى مكان التخزين ومسح بيانات التخزين المؤقت ومسح البيانات نقوم بالضغط على هذه الإعدادات ومسح البيانات ومسح التخزين المؤقت أحيانا يطلب منك بعد هذه الطريقة الدخول إلى الحساب مرة أخرى بدخل الكلمة السر وما إلى ذلك على التطبيقات المختلفة وهنا لك طريقة خامسة بالذهاب إلى التطبيقات مرة أخرى ومشاهدة أي التطبيقات التي تشغل حيث كبير وأنت لا تقوم باستخدامها نقوم بحذفها من على جهاز الخاص على سبيل المثال هذا التطبيق وهذا كما تشاهد والآن إلى الطريقة السادسة وهي باستخدام جوجل درايف وهذا التطبيق يتم نزوله على الأجهزة الحديثة بشكل افتراضي كما تشاهد نقوم بفتح هذا التطبيق بعد ذلك نقوم باختيار الجميل الذي نريد إرسال نسخة عليه كما تشاهد نقوم باختيار الجميل الذي نريد إرسال نسخة من الصور والملفات وما إلى ذلك عليه بعد أن قمنا باختيار الجميل كما تشاهد على سبيل المثال الجميل الذي يظهر أمامنا نذهب إلى هذه العلامة علامة الزائد كما تشاهد وأنا أقوم بالضغط على كلمة تحميل بعد ذلك تظهر لنا الصور أنا قد قمت بمسح هذه الصور مسبقا بعد ذلك تظهر لنا الصور الخاصة بنا في الستوديو أو الملفات التي نريد تحميلها كما تشاهد الطريقة السابعة بنقل الملفات والبيانات والصور وما إلى ذلك من وحدة تخزين الهاتف الداخلية إلى بطاقة تخزين خارجية وبذلك نكون قد فرغنا مساحة كبيرة من مساحة التخزين الخاصة بالجهاز